أهلا بيكم مرة تانية وحديث القاهرة الحقيقة قبل ما نبتدي فقرتنا بورسة الكلام عايزين نقول لكم خبر فرحنا جداً وأسعدنا جداً تتذكروا معينا الموضوع اللي عرضناه أسماء العشماوي اللي للأسف أصيبت قدرياً بأن في لح إزاز وقع عليها سمكه 10 سنتي وتسبب لها في إصابات كبيرة جداً يعني شلل وأزمة شديدة جداً وتهتك كامل في الرئة وكان عندها مشاكل صحية لدرجة أنها ما ينفعش تعالج غير في مكان واحد بس العايزين نقوله لكم أن في لفتة إنسانية وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه كل أبناء الشعب المصري الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي صدق على علاج أسماء أشرف العشماوي في المركز الطبي للعلاج الطبيعي للقوات المسلحة في العجوزة على نفقة القوات المسلحة كانت استجابة سريعة جداً جداً للمناشدة اللي أسماء قالتها معنا في برنامج حديث القاهرة هنا وعلى فكرة عايزين نفكركم بإيه الموضوع بتاع أسماء وهي قالت إيه بالزبط ومناشدتنا كان شكلها إيه اللي كان لها الاستجابة العظيمة دي اللي بنشكر عليها جداً من دلوقتي كل الأكثرة أجمعوا أن أنا علاجي في مركز تأهيل العجوزة الكوات المسلحة هي تأهيل العجوزة لقوات المسلحة إمكانياته عالية جداً جداً ومعدل مثل هذه الحالات أنا نشدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على طلبك ولكني أيضاً إذ لم يصل الأمر إلى سيد الرئيس اللي عنده انشغلات ضخمة جداً فأنا أناشد القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي أنه أنا متأكد بإنسانيته أنه لو عرف حيأمر فوراً أنك تروح المركز أملنا خير مش عايزك تيقاسي حنفضل مهتمين بحالتك لحد ما نطمئن أنك بتتلقي العلاج السليم طبعاً بنشكر الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة على هذه الاستجابة السريعة وهذه ثقتنا كان كلنا ثقة هنا في هذا البرنامج في الاستجابة لأننا بنعرف دور القوات المسلحة وبنعرف أنها ما بتتأخرش أبداً عن أنها تساعد أو تمد إدها لأي مواطن يحتاج المساعدة شكراً أيضاً للواء أركان حرب ياسر الأسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية على سرعة التواصل الفوري منذ لحظة مناشدة أسماء والمتابعة الدقيقة حتى وصولها ودخولها مركز تأهيل العجوزة اللي بنتوجه ليه هو كمان بالشكر على تقديمه الرعاية الطبية اللازمة هنتمنك على أسماء نتمنى نشوفها على رجليها ورجعت لحياتها هذه الفتاة الصغيرة التي شاءت إرادة الله أن تصاب بهذا المصاب الكبير ترجمة نانسي قنقر